موسيقى طبت وقاتكم بكل خير مشاهدين أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سهرة ملعبنا نبدأ بها الأسبوع حيث سنقوم اليوم بمراجعة جانب من نتائج المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين للمنتخبات الخليجية في الكويت وسنتحدث أيضا مع ضيوفنا في الأستوديو حول قرار تكليف معالي محمد خلفان الرميثي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الرياضة نستعرض معكم باقة من الأخبار المتنوعة في مختلف ملاعب الرياضة الإماراتية لكن قبل البداية كما أعتدنا سوف نرحب بضيوفنا في الأستوديو كلم الأستاذ أحمد خليفة حمات الناقد الرياضي رحب فيك بخليفة الله حيك بسر الخير أيضا سننرحب بالأستاذ أحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية بجريدة البيان الحمد لله السلام ومحمد الله سلام عليك أيضا نرحب بالكابتن سالم ربيع بسماح لعب منتخبنا الوطني ونادي النصر سابقا والمحلل الفني بقناة الشارقة الرياضية رحب فيك بحمد بسك الله بخير شكرا باصل وسنعود ابقوا معنا بحمد قبل ما أتكلم في محاور الحلقة أنت نضميت اليوم لنا أساس أننا نتكلم أيضا في الجانب الفني للاعبين في كاسر الخليج خصوصا أننا كنا قريبين من البطولة لكن في النهاية الخسارة كانت بضربات الترجيح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا علي أنت عارف أن اليوم نحنا شاركنا في البطولة يعني في أمور لابد أن نشير لها الفريق شارك بدون وجود أو بدون تصريح من أي حد من الاتحاد بشكل مباشر عن الاستراتيجيتهم في هذه البطولة أو الهدف من مشاركة في البطولة بشكل واضح حتى أنا أكون على دراية كشارع رياضي من ذهاب إلى الكويت اليوم نحنا فاجأنا الفريق يمشي وصلنا إلى النهائي في أسوأ حالاتنا الفنية أو التكتيكية بشكل كامل الوصول إلى وصولنا للنهائي رفع صخفة طموح لدى الشارع الرياضي بحراز البطولة ولكن في النهاية قدر الله ما شاء فعل في النهاية المطاف لأن الفريق العماني في الحقيقة يمكن من أكثر الفرق في البطولة تباتا سواء من ناحية التشكيلة أو من ناحية الأداء أو من ناحية ارتفاع في المستوى رح نأخذ كل هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله ورح نتحدث عنها أيضا بحمدان رح نأخذ إياك الأمور الخاصة بالإدارة الأزمة لاتحاد الكرة علاميا يعني أيضا عملية الخروج عملية الحديث عن سهرات اللاعبين أمور كثيرة رح نتحدث عنها في حققتها اليوم أكيد إن شاء الله لدينا الكلاقم كثير إن شاء الله حسب ما يتيح لنا من الوقت نتحدث في كل الأمور إن شاء الله بإذن الله بخليفة رح نتكلم اليوم أيضا عن أمور خاصة بالعمل الإداري والعمل الفني بالتحديد أنا عندي تساعد رح أخذها يعني كآخر محور إن الأندية ما فكرت في عملية التعاقد إلا اليوم نتكلم عن سوق شتوي طويل وانتهى اليوم لكن الكل فكر اليوم يتعاقد مع اللاعبين هذه العادة موجودة حتى في السنوات الماضية وحتى في فترة الانتقالات الصيفية التي تكون عادة أطول على هذه المدة تلاقي ما في آخر يوم تلاقي في آخر ساعة تلاقي هك تزاحم في الاتحاد على تعمية التسجيل لندي أشكلها والجماعة كانوا مشغولين بعملية متابعة كاسر خليج إن منتخبنا يأخذ البطولة أو ما يأخذها المحور الأول في حلقة الليلة من بلنا ملاعبنا سيكون عبارة عن سلسلة متابعات سنقوم بها نحن كفريق عمل لبرنامج ملاعبنا حيث لم نكتفي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بخسارة لقب خليجي 23 في الكويت ولكنها أبى إلا أن يكون مادة علامية دسمة يتحدث في شؤونها الجميع وربما تنسج حولها القصص والحكايات التقرير التالي نستعرض فيه مخرجات مشاركات الأبيض أو مشاركة الأبيض في خليجي الكويت بعد القرار المفاجئ من اتحاد كرة القدم بالمشاركة في خليجي 23 وقبول المدرب الإيطالي لمنتخبنا الوطني ألبرتو زاكروني المهمة بصدر رحب وحماسة كبيرة ماذا استفاد الأبيض من هذه البطولة؟ وما هي الفوائد التي خرج بها زاكروني نفسه من أجل المشروع الأكبر والأكثر أهمية كأس آسيا 2019 فوز وحيد وبهدف وحيد من ضربة جزاء في المباراة الافتتاحية أمام عمان هذا كل ما قام به منتخبنا لكي يصل إلى المباراة النهائية عن طريق سلسلة تعادلات مع السعودية والكويت ثم بعد ذلك العراق قبل أن تحسم الركلات الترجيحية الموقف ويعبر المنتخب إلى النهائي الذي انتهى سلبيا أيضا ولتحسمه الركلات الترجيحية لفائدة البطل العماني المشكلة ليست في خسارة المباراة ولكن الأزمة تكمن في أسباب خسارتنا للقب الخليجي هل سبب الخسارة كان ضياع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أم أن السبب الحقيقي فيما حدث ليلة المباراة وما أثير بعد ذلك من أحاديث حول حالة من التسيب في معسكر الأبيض عشية المباراة النهائية رئيس اتحاد كرة القدم صرح معقبا على الخسارة أن ركلة الجزاء التي أضاعها عموري لو كانت بقدم لاعب محترف في الخارج لكان منتخبنا اليوم يحتفل بلقب خليجي 23 تصريح ذكي لم يؤكد ولم ينفي صحة ما تم تداوله حول سهر اللاعبين الكبار خارج المعسكر ليلة المباراة ولكن إصراره على تشكيل لجنة لتقص الحقائق يؤكد أن هناك شيء ما خلف الأكمة أرجع للتقرير أبو خليفة الحديث عن وجود لاعب محترف يسدد الضربة الأخيرة بالتالي هل المنتخب استفادوا تحديدا من مجموعة اللاعبين الموجودين خصوصا من رئيس الاتحاد يقول لك لو كان في لعب أجنبي يسددها أو لعب يلعب كأجنبي محترف في أحد الدوريات غير دوري الخليجي العربي كان ممكن يحرز البطولة شوف يعني خلنا نكون مواقعين هذا التصريح مادري يعني تصريح غريب جدا يعني لأن ما فيه من أجانب في أي منتخب المنتخبات العالم واللعب الموجودين أننا نحن لعب محترفين وعمر سبق أن نسدد يعني لا لا نحن نتكلم عن يقول أنه ممكن اللاعب يلعب كمحترف في أحد الدوريات كلاعب مواطن يعني يلعب لا يلعب في دوري الخليجي العربي لا 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 نحن مرّينا بتجارب مثل هذه مرّينا في كاس آسيا بتجارب مثل هذه لعبنا في اليابان نحن نلعب مع اليابان لا مثلا يعني يقصد مثلا عمور يلعب في الهلال مثلا في دوري السعودي لا أعتقد لكن عموري ما كمهيئ نفسيا ولا حتى يمكن بدنيا لأنه يسجد هذه الكرة هناك خطاء من إسناد الركلة الحاسمة له من قبل المدرب وهي أخطاء يعني كل الشارع الرياضي يتكلم عنها اليوم وما يخص لو كان محترف في دوري أجنبي يعني لو كان لعب أماراتي محترف في دوري ثاني أو لعب أجنبي محترف في دوري الأمارات أنه في تسديد الكرة اللاعب لديه من الخبرة الكثير لكن عملية يعني حتى الآن ابو أحمد يعني كمدرب وعارب في هذا الشيء منهم اللاعبين الجاهزين للتسديد الركلات الحرة لمثل هذه ومن هو اللاعب اللي يعني بيتحمل مسؤولية الركلة الأخيرة إذا كمل يعني الفريق كمل ووصل لركلة حاسمة ركلة الخامسة منه اللاعب منه اللاعب هناك دائما هناك ترتيب دائما اللاعب الأول واللاعب الأخير لازم يكون من أفضل اللاعبين الثالثة والرابعة هاي يمكن يعني خلنا نقول يعني اللاعبين كذلك جيدين لكن تركيز دائما على الأولى وعلى الأخير على الأولى والخامسة وهذا وأعتقد أنه بعد ما مر في يعني عموري من خلنا نقول من تغيرات نفسية أثناء المباراة وبالذات أنه ضاع ضربة الجزاء الأولى في الدقيقة 90 أو 93 من المباراة وكان ممكن أن ينهين هنا مباراة يعني هذه الأمور كلها تأثرت على اللاعب حتى ألاحظنا تأثر أداءه في الشوطين الإضافيين بما حصلنا في هذا الشيء هذا فأعتقد أن الأساس أن التوزيع اللاعبين كان خطأ وشيء الثاني إسناد هاي الكرة لعموري في هذا الوقت كان خطأ كبير جدا ما أعتقد أنه يعني كان يجب إسناد هاله لأن هناك اللاعبين كذلك موجودين نحن لاحظنا أن لاعب مثل محمد برغش في مبارات العراق ومبارات عمان أنه سدد راكلتين بشكل جيد وشكل جميل جدا ورغم أنه لاعب يديد في المنتخب لاعب أول مرة يمر بهذه الظروف عمره صغير لكن عنده ثبات أثناء التسديد وأمامه كان حارسيين حارسيين حارس العراق وحارس العمان وستطاع التسجيل فبالتالي عملية الاختيار هي الخطأ أساسي في هذا لكن ليس أي لاعب ثاني سببية أو احترافة في دولة الإمارات أو دورة خارجية أرجع للتصريح و أرجع لك أحمد لكن أنا أريد من ناحية إعلامية و أرجع لك من ناحية فنية من ناحية إعلامية أريد أن أقول التصريح الذي تحدث فيه مروان بن غليطة عن أن لاعب في منتخبنا الوطني يلعب كمحترف في إحدى الدوريات كان ممكن يسجل هذه الضربة هناك أمور ما بين السطور أو هناك أشياء يعني معينة يريد أن يوصلها يمكن أن نرى أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء فيما يتعلق بتسديد ركلات الترجيح كبار النجوم العالميين أهدروا من ميسي إلى باكيو إلى أكبر الأسماء ممكن تعددهم أضعوا ركلات ترجيح فهذه أوركلات جزاء أيضا أثناء اللعب فهذه كلها أمور يعرفها الصغير والكبير ربما يكون تصريح المهندس بن غليطة أنه يقصد أن ليش ما فتحته الباب للاحتراف ربما شيء يقصد بين السطور الله العالم فيه أما أنه يقصد أنه لو كان عندنا لعب محترف ترى المحترفين الكبار أضاعوا ركلات ترجيح وركلات جزاء هذا جانب أما الجانب الذي يهمنا في هذا الموضوع أنه زعل القطاع الكبير من جمهور الإمارات والإعلام الإماراتي وكل من رافق وشاف المباراة أننا عليك أننا أمام لقب وأنت في أسوأ مستوى لك من سنوات يعني أسوأ مستوى يقدم ومنتخب الإمارات كان في هذه البطولة ومع ذلك كنت على بعد دقيقة من أنك تأخذ هذا اللقب اللي فيه بطولات كثيرة كنت أفضل مستوى وأفضل نجوم وأكبر الأسماء وخسرت اللقب فيه بطولات عديدة فكان هذا اللي زعلنا هذا اللي يحزننا اللي يحزننا هذا هو أنه كنا في فرصة أن نأخذ لقب سهل جدا بأسوأ مستوى بهدف واحد من ركلة جزاء يعني أمور كثيرة وتيحت للمنتخب في هذه البطولة ما استفد منها هذا اللي أزعجنا صحيح مثل ما قال بخليفة كنا رايحين بدون ما نرشح المنتخب ما أحد رشح المنتخب وأسف للبعض اللي يقولون والله الإعلام طبل والإعلام طبل هذه المرة لا أحد تتكلم عن ترشيح ولا تتكلم أننا رايحين نأخذ البطولة لا من اتحاد لكي نكون حقانيين لا من اتحاد الكرة ولا من الإعلام ولا حد أبدا قبل المقادرة إلى الكويت قال أن منتخبنا مرشح أول ولا منتخبنا بالعكس المباراة الأولى انتقدناهم تخيل لو فزنا بالبطولة شو اللي كان بيصير لا أنا أتكلم عن نفسي عن جريتي أنا كنت بجاهز ملف كامل أن هذه البطولة لا تغركم وكان الإعلان العنوان جاهز لا يخدعكم اللقب جاهز كذا هذا ملفنا كأننا بنزل من ثالث يوم لا يخدعكم اللقب جاهزين ومحددين ماذا هو المحاور اللي بناخذها البعض اللي يتوقع والله إلا فاز المنتخب بنطب ولا وأن أفضل منتخب لا أنا أتكلم عن نفسي وأعتقد أن نفس الصحف الأخرى الاتحاد والخليج أعتقد أن تتخذ نفس المنحة لا يتوقع البعض والله لأنه خسر هاجمناه وإذا ما خسر ما بنهاجمه هذا شيء أعتقد أنه شيء بعيد تماماً عن المتابعة أنا أقول لك أنه ملف مكوّن من أربع حلقات لا يخدعكم اللقر هذه البطولة تعبتك منفسياً نفسياً وجسدية من ناحية الكتابة في حالة الفوج والخسارة لا لا أقول لك أي واحد الآن كل ما تحصل في المنتخب والله الإعلام والإعلام خلي يرجعون للصحف أنا ما أتكلم بس عن البيان كل الصحف سواء الخليج أو التحول البيان يشوفون شو الكلام اللي قلناه مبالغ في المنتخب فزنا في أول مباراة وانتقدناهم وقلناه لهم أن المستوى مش المنتخب اللي نبغي ولا الأداء اللي نبغي ولا الأبيض اللي نعرفه تكلم عنها شيء حتى بخلي يطلع لك الآن والله الإعلام طبل والآن الإعلام هاجم لا إحنا لا طبلنا ولا هاجمنا شوف فيما يتعلق في اللي حصل هي توابع التوابع مش الخسارة الخسارة واردة علي كلكم في الستوديو تعرفون الخسارة واردة ممكن تفوز وممكن تخسر ممكن في أحسن مستواتك تخسر ممكن في أسوأ مستواتك مثل ما حصل في البطولة وتوصل النهاي لكن اللي يحز في رفسنا أو الصدمة الكبيرة ما تلأ الخسارة اليوم الثاني اللي طلع هذا لي هذا لي يعني عمل الهز وعمل الصدمة وعمل ردة الفعل في الشارع الإماراتي راح أخذ الموضوع بالتفصيل يعني في المحور الثاني لكن أنتو المرة الوحيدة اللي انتو قدتوا فيها يعني أيضا فاز المنتخب ووصفوكم بالتطبيد رغم أنتو ما طبلتوا أيضا الكابتن هبيطة زعل منه وراح ناخذ محوره في المحور الثاني وحمد بالتحديد البعض يفهم التفسير أو التصريح أن فيه اتهاب لإحترافية عموري أنه غير جدي غير ناضج بالنسبة لعملية الاحتراف من خلال تصريح هذا اللي كان موجود علي غير ناضج صعبة لأن اليوم عموري أو عمر عبد الرحمن البطولات اللي يشارك فيها تكفي لأن تسطل موهوبته وتعطيه من الخبر الدولية اللي يقدر يواجفه بأي موقف ولكن في نقطة اللي قال أبو خليفة الولد ما كان عنده تبات نفسي وانفعالي خلال مجريات المباراة بمتغيرات اللي حصرت أنت اليوم عمر عبد الرحمن شات الكرة في الدقيقة 88 يعني الكرة هاي يتصاعدك المنصة يتلاعبك وقت إضافي ويعلم الله شو كان بيكون فيها كيف أنا أقدر أحطها أيضا في نفس الموقف ونفس الضغط في الكرة الأخيرة الكرة الأخيرة مشابهة لكرة 88 بس هاي أخطر يعني هذيك انت ضيعتها في مجال للتعويض في التعويض لكن هاي الكرة الأخيرة ما فيه مجال للتعويض يعني انت حطيته في ضغطين نفسيين أعلك الواحد أعلى من الثاني عسان انت لازم تكون جاهز أمية بالأمية بضعب أساس انك تسدد رحل تسدد فبالتالي أنا ممكن أقول لحك عمر شو تلك ما أقول شو تلك ما أقول شو تلك الأخيرة ممكن شو تلك الثانية الثالثة ممكن لك الثالثة الضغط النفسي اللي بيكون عليه نتيجة بطولة هي هاي سببت له ضغط النقطة الثانية يعني الخسارة المقالبة وحمدان واردة ولكن فعلا المرارة اللي حصلت التبعات اللي حصلت ما بعد المباراة هي المشكلة اللي حصلت أو أعطت الصدمة القوية للمجتمع الرياضي ليش؟ لأن انت اليوم يوم بتسحف من الدولة بثمالثلاثين ألف إلى دولة الكويت سواء عن طريق الطيران أو عن طريق اللي يكتموا يومين في الدار بلما وصلوا هناك ورجعوا أيضا بعد تعب هاي أمور ساعات تتحس في النفس بقرار اتخذ من لاعب طبعا ما نقول عموري السبب في البطولة لأن عمر عبد الرحمن في يوم لأيام أيضا فرح شارع الرياضي فرح الإمارات كلها ولكن نقول طريقة تزديد أو القرار التزديد هنا في الخلل كان الأولى أنه خليه شود ثاني كرة ثالث كرة على الأقل يكون عنده قوة استيعاب لو لقد رضاعت في مجال التعويض أو في مجال الرابع لكن للأخيرة كانت الوقت نفسي أعلى من الكرة الأولى وهي كان فيها الخطأ الكبير في الاختيار أو في القرار في الاختيار اللاعب في هالوقت بالذات لأن هاي أمور ساعات لو عندك شك في نفسك لو واحد بالمئة أنك ما متردد لا تشوت البلنتي لأنه خاصة أنت أمام حارس يعني يتبين من خلال مجريات البطولة من أفضل حراس البطولة ثباتا بمستوى اللوافة إلى خالد عيسى وهاي طبعا في النهاية أقدار عليه يعني أنت ممكن نقول نقول نحن الكرة اللي في المبارا لكن أبو أحمد نحن ما نبغي نبرر أيضا عملية إضاعة ركلة الجزاء أن عدم استعداد أو عدم أو تردد نحن نبغي لعبين مستعدين مش بأمية بأمية المفترض 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 لأن أنت اليوم في منعطف خطيئة بطولة تأخذها وأنت ليس بأحسن حالاتك ويدك لين عندك فهني مفترض يكون فيه نوع من الجدية نوع من التركيز العالي أو نوع من الانثابات الإنفعالي لللاعبين خلال هذه الفترة بالضبع يعني أنت اليوم ضيعت مجهودك أنت كلاعب خل أوكي البطولة راحت لكن أنت كلاعب كلاعبين 510 دقيقة أديتها في البطولة بمستوى عالي جدا خاصة من ناحية تنظيم منظمة دفاعية فبالتالي ما تضيع المجهود أنت بدلت في كورة مثل هذه الكابتن عبيد عضو الجهاز الإداري المرافق لمنتخبنا الوطني اعترض في وقت سابق على أحد محللي برنامج ملاعبنا الذي قدم نصيحة أخوية عامة للجهاز الإداري لم تكن مرتبطة بحادثة وقعت أو بغير ذلك ولكن ردت فعل الكابتن عبيد أثارت لدينا على الأقل نحن في برنامج ملاعبنا شيء من الشك لدرجة الضباطية اللاعبين داخل معسكر لبيض اللاعبين الحمد لله كلهم جاهزين جهوزية تم تفاوتة بحكم أن لعبنا نحن ردين من أمتتدين لدينا تقريباً 6 لعبين اللي هم كانوا مصابين ورجعوا فالجهوزية هاي تبغي وقت لما يرجعون أعتقد الفترة هاي كانت كفاية أنه مع ضهمهم يلتحقون ويكونون جاهزين إلى 98% بس أنا شوية عندي ملاحظة يا أخي أبسات أنا سمعت أنه عندكم بتلفزيون الشارجة واحد من الأخوان المحلين كان ما أدري يعني شو كان قصوهم يقول والله لازم عبيد عدم صالح يشوفون الفريق في غرفهم تمنى لو كنت موجود هنا وتشوف النظام اللي نحن نحطين على الواد بدل أنكم أتحكم أنت موجود هناك يقول لأ أي واحد إذا حد وصلك الرسالة هذا يعني انتقاداتك الفنية على عين راسي إذا نحن خطأنا في شيء أعتقد مش عيب أن نقول لك نحن خطأنا في شيء وهذا طبيعتنا نحن يعني بس أرجو يعني الكلام ما يطلع عن نفلان قال لي وله لو كنت موجود هنا أنا بالعكس دائما أنا بقول لك أمانة كل من اللي موجود هنا يشهدون على النظام اللي موجود فيه المنتخب الإماراتي خليفة أعتقد أن هذا التصريح كان بتاريخ 27-12 يعني يمكن بعد مبارات الشعودية في دور المجموعات وهذا التصريح كامل من كابتن عبيدة بيطة ردا على المحللين أنت والأخسامي لما كنتوا في الستوديو مع الزميل علي الضبياني ظهر كل شيء بعد البطولة شوف أنت الحين اللي ظهر بعد البطولة إلى اليوم ما أتأكد يعني التغريدة ورد من رئيس الاتحاد على التغريدة ولقاء كثير من المسؤولية على اللاعبين وعلى النجوم وعلى كذا والتغريدة الأولية فيها ما يمس سلوك اللاعبين أو اثنين من اللاعبين ليلة المباراة وسمعنا عن لجنة تشكلت لكن ما سمعنا عن حاجة يعني بعد أن هل ثبت هذا الشيء أو ما ثبت العملية بسيطة جدا نعتقد ما أعتقد أنها تحتاج كل هذا الوقت الفندق فيه كاميرات والأفلام موجودة واللعبين موجودين والجهاز الإداري موجود وكل هذا الموجودين فما أعتقد أن المسألة محتاجة هذا الوقت كله على أساس أننا نثبت صحة هذه التغريدة من عدمها وهذا الشيء مخلي الشارع الرياضي ومخلي الناس كلهم في ترقب لمدى صحة التغريدة ومدى صحة الكلام اللي صار فيها وإحنا ما نبغي ندخل اليوم ونتكلم عن شيء ما تأكد لماذا الاتحاد ترك الباب مفتوح لكل يناقش هذا الموضوع؟ هذه المشكلة الاتحاد حتى بتأخيره فعلا نتيجة التحقيق ومن هي اللجنة؟ لا يعرفين نحن اللجنة من تشكيل لجنة بالتحديد يعني الاتحاد أو رئيس الاتحاد كانت موجودة تغريدة مثل ما قلت رئيس الاتحاد ما نفى محتوى التغريدة ولا أكد محتوى التغريدة أيضا وصلنا من خلال مصادرنا في برنامج ملاعبنا أنه في نهاية هذا الأسبوع لجنة تقصي الحقائق راح تقوم بعملية تحقيق واسع بخصوص هذا الموضوع يعني يوم الاربعة والخميس لكن الوقت متأخر جميل عملية بسيطة عملية بسيطة هم في معسكر في فندق في طابق هناك في كاميرات موجودة هناك وأسماء اللاعبين معروفين أشكالهم معروفين لا تقولي لا تقولي والله واحد من الجهاز الإداري ما يعرف اللاعب من الخلف أو ما يعرف شكل اللاعب ممكن يعرف الشيء واللاعبين معروفين وهم كذلك للأسف اليوم بدون ما ينذكر أسماء الثنين لاعبين هاي أصبحوا كل اللاعبين في محل الاتهام في نظر الشارع الرياضي وهذا ظلم وهذا ظلم لا تنسى اللاعبين هذي لكذلك عندهم مسؤوليات اجتماعية وعندهم حياة اجتماعية موجودة عندهم لابد أننا اليوم إذا كان فيه مخطئ نفرز المخطئ من الالتزام ونعاقب المخطئ وشيء هذا يكون واضح اليوم هذه التغريدة اليوم هي اليوم الثالث لها من بعد مثل ما قلت لك رئيس الاتحاد ما نافع محتوى التغريدة ولا أكد على محتوى التغريدة ولا حتى صدر من بعدها أي بيان من الاتحاد يعني يأكد أو ينفي أو يقول شو اللي صاير الشارع الرياضي في حالة ترقب احنا اليوم اليوم اللي تتكلم عنه كابتن نرجع لتتكلم عنه كابتن عبيد هباطة الأخ سامي اللي يومها تتكلم أن يعني لايغة اللاعبين تتأثر بالسهر ليلة المبارا وما وجه أي اتهام لللاعبين أو للجهاز الإداري بالتقصير والأخ عبيد أخذها على شوية على حساسية على حساسية شوية وخذ على أن كأن هناك تقصير منه من الأخ بو بدر يعني في المسألة هذه في مسألة اللاعبين لكنه قدم أنه كان حريص أن اللاعبين يظهرون بشكل شكل طبيعي ولم يقصد أي سهرات خارج المعسكر كان يتكلم عن أن يعني وجودهم في المعسكر أنه ممكن أن اللاعبين في غرفة يالسين يتكلمون مع بعض يمكن اللاعبين تجمعون ما ينامون بدري ما ينامون كده لكن ما يخرجوا من المعسكر كان يتكلم عن المسألة هذه ما كان يتكلم عن مسألة عدل منضباط والمشكلة هي أن نحن مسألة عدل منضباط هذه موجودة في المنتخب من السابق باعتراف المسؤولين الموجودين في الاتحاد السابقين والحاليين وكان فيه كثير من الكلام وكثير من الأمور التي شغلت الشارع الرياضي وإحنا اليوم بعد كل أخفاق نتكلم عن سلوك اللاعبين هذه مشكلة نحن نتكلم عن سوء السلوك بعد الأخفاق نحمل اللاعبين أي أخفاق من خلال سلوكهم نتكلم عن عن تصفيات واللي حدث في الأردن نتكلم عن وحتى على المستوي وحتى المستوي الأندية نتكلم دائما عن الأخفاق ونربطها بسلوك اللاعبين طيب إذا نعرف سلوك اللاعبين هذا لماذا نتداركها من البداية ونوجد عملية الانضباط اليوم يوم يتغير الجهاز الإداري كان الهدف الأساسي منه إيجاد نوع من الانضباط الأخوان الموجودين فيهم من الكفاءة وعندهم من الخبرة والنجاحات السابقة أنهم ما يمكنهم من أداة عملهم على أكمل وجه وهذا الشيء لا أغبار عليه وإذا حدث أي عدم انضباط من أي لاعب من معناته أن الجهاز الإداري غير قايم على عمله لكنه خلينا نرد ونأكد أنه لليوم أنه لم تتأكد هذه المعلومة وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم فيها لأنها معلومة خطيرة والحديث فيها يصب في اتجاهات متعددة فإذا كانت المعلومة هذه صحيحة ينعرفون اللاعبين ويتعاقبون وإذا كانت المعلومة هذه غير صحيحة لابد أن نأكد على أهمية الانضباط في الأندية أفضل في عملية التعامل مع اللاعبين من ناحية الانضباط لا أعتقد أفضل كثيرا نفس المشكلة نفس المشكلة لكن بوحمدان نحن متفقين أن هناك تأخير في عملية الإدارة الإعلامية للاتحاد بعملية توضيح هذا الخبر وعملية نفية أو تأكيدة لكن ليش لما قالوا وكادر الإداري استقال تم أنه فيه بشكل سريع أنا أقول لك بكشف يعني التفاصيل هذا اليوم اليوم اللي حصل في هذا الموضوع لأن رئيس الاتحاد الأستاذ باروان مغليطة يوم الأحد يوم السبت اللي هو نهاية بعد المباراة مباشرة عمل جلسة مع الإعلام الإماراتي وكان يتكلم عن المباراة أثناء بدء المؤتمر أو هذه الجلسة الإعلامية جاءت تغريدة الأستاذ يعقوب السعدي وأعتقد أن يعقوب السعدي وإعلامي بحجمه وبيوزنه وبتاريخه وخبرته لن يكتب هذه التغريدة بل ثلاث تغريدات وليس تغريدة إلا أنه واثق منها إلا أنه واثق وماسك بيده أدله على هذا لأنه يدرك تماماً أنه أي لاعب ممكن أن يقاضيه أي لاعب ممكن أن يقاضيه وحتى الآن مثل ما قال بخليف اليوم هذا يمكن ثالث يوم نزيل ولا شفنا أي ردة فعل من اللاعبين لو كان حتى الاتحاد خلينا نتكلم الحين أنت تتهمني أنت تتهمني بشكلة إذا أنا إذا أنا كلاعب نفيت لهذا الشيء سأكون في دارة الاتحام بشكل أكبر ما نفيته الآن موضوع أكبر من نفيته إذا أنا أنت الحين هو لم يحدد لاعب صح؟ صحيح في التغريدات لذلك أقول لك أستاذ عقوب السعدي عارف شو يتكلم عنه وشو يغرد غرد ثلاث تغريدات في نفس الإطار وحدد في تغريدين منهم حفلة ماجنة أو سهرة ماجنة إذا لم يمكن ماسك في يده هذه الأدلة ما كان بيغرد هالتغريدات الثلاثة لذلك أنا أتكلم عن اللاعبين لا أتكلم عن أنك تظهر في الإعلام وتنفي أنت الآن كلاعب يأتي مساس في أخلاقك لا هل تستطيع؟ لكن محمدان أنا لا أتكلم عن نفي أنا أقول لك لو كان واحد من اللاعبين لكنه لم يصبح بسامي اللاعبين منهم من اللاعبين الذين يمكن أن يظهروا هذا أي لاعب؟ أي شخص لدي شخص أنه ليس أنا أشتكي يعني 23 لاعب يظهروا؟ لماذا؟ يروح يشتكي لا أتكلم عن نفي في الإعلام علي أنا لا أتكلم عن نفي في الإعلام أنا أروح أشتكي على صاحب التغريدة لكن أنا أقول لك 90% من اللاعبين يدركون يعرفون من المستهدف بالتغريدة لذلك أساس أنه ما يكون 23 لاعب متهم أقول لك 90% يعرفون من هم المستهدفون بهذه التغريدة لذلك محد منهم راحي أو أنا لو أتهم في شيء أخلاقي وأروح أشتكي ليس أروح أنفي أروح أشتكي وأقول تعالي يا فلان أنت اتهمت واحد من اللاعبه وأنا واحد من اللاعبه أنت أيضا تمثني أنا أنا أطالبك بأنك تطلع الدليل لكن لأنهم كلهم 90% يعرفون من هو المستهدف ما أحد منهم بيروح يشتكي أنا أقول لك هذا مشكلة إذا أنت كنت متهم الضم المتهمين فلذلك يعقوب السعدي ما أطلع هذه التغريدة إلا عنده مستمسك واثق منه في يده تطلع ثلاث تغريدات تتهز البلد بهذه الطريقة وفي يوم مثل هذا إلا عنده مستمسك في يده وعارف شو يغرد وشو يتكلم فيه لأن البقية كلهم فلذلك نحن ما نبغي نزايد على حد ونقول لي والله يعقوب يبغي يهدم المنتخب يعقوب يبغي يفضح اللاعبين يعقوب يعقوب يا أخي أنتو العلاء الحين بعض الجماهي اللي هاجمت يعقوب مش أنتو في موضوع في موضوع الشيشة في الأردن ليش ما كتبتو ليش ما قلتو ليش ما سوي الآن يوم يعقوب يتكلم فيه يعقوب غلطان ويعقوب مجرم ويعقوب يبغي يهدم المنتخب ويعقوب يفضح اللاعبين ما عرفنا لكم يعني أستاذ يعقوب السعد يغرد من حساب الشخصي ومن حقه يعني أن يغرد طبعاً أقول لك هو الآن صرح أمام الملايين فأي واحد لو ما كان عنده الدلائل اللي تخليه يصرح مثل هذا التصريح أو يغرد مثل هالكلام ما كان يغرد لذلك الآن العجوم كله على يعقوب والله يعقوب بس أخطأ وانت لازم ما تكون ولازم الحل بين الاتحاد وتوصل يخي يوم في يوم الأيام يوم الأردن ما تعطوكم تكلمون تكلمتوا عن سهرات الأردن أتهم الإعلام أنتوا ليش ما طلعتوا وليش ما قلتوا وليش ما طلعتوا الأسماء الحين طالت أتكلمنا حين واحد من الإعلامين نتكلم المفروض الآن بندخل على لجنة التحقيق لجنة التحقيق لا تتخيل أن الموضوع بينته في يوم وليلة لأن الموضوع كبير الذي تثبت عليه هذه التهمة ما سيكون قرار الاتحاد هل سيتم استبعاده من الإنتخاب؟ تم استبعاده إيقافه ما ردت فعل ناديه ما ردت فعل جمهوره ما من المستهدف من هذا القرار ومن المستفيد من القرار تتوقع الاتحاد يمكن أن يتخذ هذا الإجراء؟ أمور كثيرة لذلك لا تتخيل أن الموضوع بينته في يوم وليلة ماذا الاتحاد يتخذ هذا الإجراء؟ أن يوقف اللاعب؟ إذا ثبتت التهمة أو هذا الكلام الذي ذكره الأستاذ عقوب السعدي يجب أن يتخذ قرار ولا على الاتحاد أن يستقيل إذا هذا الموضوع أن في يوم مباراة مصيرية مثل هذه لاعب أو لاعبين أو أربعة يطلعون يسهرون مثل ما ذكر بين قوسين سهرة و ماجنة والاتحاد لا يتخذ قرار في هذا مفروض الاتحاد كل يستقيل لا يوجد رأي ثاني إذا لم يتخذ قرار صارم في حق هؤلاء اللاعبين مثل ما قالوا كلهم لا نعرف من ولا نعرف اسماءهم لكن الظاهر أن هناك قصة لا يوجد دخان من غير نار مثل ما يقولون هذه الأمور أكيد لكن منهم؟ لا نستطيع أن نضع ذمتنا ولا نتكلم عن هذا لكن إذا الاتحاد وصل إلى دليل والدليل أعتقد أنت موجود عني أطلق التغريدة إذا الاتحاد وصل إلى دلائل تثبت هذا الكلام فهل يجب أن يتخذ قرار مهم ويمكن من أقوى القرارات التي ممكن أن تتخذ في تاريخ اتحاد الكرة لأن مثل هذا لم يصرح به من قبل ولم يطلع على العلن من قبل فإذا لم يتخذ اتحاد الكرة في حال لن يترجم كلامي بطريقته خاصة إذا أثبتت هذه التهمة يجب أن يتخذ قرار تاريخي تاريخي أي أن كان المسمى وأي أن كان اللاعب وأي أن كان النادي لين تمي له فإذا لم يكن هناك هذه سمعة بلد هذه سمعة حتى الكويتين قالوا نحن نحن طبعا لأن هناك أمور تمس مثل ما مست الكويتين تمس اللاعبين تمس المنتخب تمس الدولة فإذا لم يتخذ قرار إذا ثبت ثبتت التهمة قرار تاريخي غير مسبوك وإلا الاتحاد يشوف له مكان ثاني أحمد الاتحاد تخلى عن اللاعبين يعني يقول لك هؤلاء اللاعبين أن هم سبب فشل مشروع مهدي علي لا يمكن أن يقول سبب فشل مهدي علي وهم نفسهم اللي وصلوا مهدي إلى المنصات ليس هذا المنتقب هو اللي صعد إلى نهاية كاس كاس العالم للشباب إلى الأولمبياد بطولة الخليج ونفس المنتخب فبالتالي ما نقدر نقول نحن والله هم تخلوا على المهدي أو الاتحاد تخلى عن اللاعبين لا شوف يعني أنا أبغى أقول شي بخصوص التغريدات اللي حصلت أو الأمور اللي حصلت متى استخبر الإعلام بموضوع السهر؟ هل تنفس الليلة؟ الصبح؟ بعد المباراة؟ هني أمور إجرائية لابدوا تتأخذ في هالقرار يعني اليوم نحنا يوم شبنا الفيديو للاعبين الكويتيين وكانت المباراة مهمة أمام منتخب عمان لصعودهم توقفوا عن المباراة المهمة اليوم أنا إذا عندي لاعبين ثنين أو ثلاثة أو أربعة وأعرفهم وسهرانين وبيأثرون سلبا على أداء المنتخب خلال المباراة مهمة مفترض يكون لهذا الخبر موجود قبل المباراة حتى ما يتبرر المنتخب من قبل المباراة ما أتريه إلى ما بعد المباراة ما بعد المباراة لها تفسيرين يما أنا بأخذ البطولة وبنسى هالأمور الأخلاقية اللي تكلموا عنها بحكم أنها نفست بالبطولة أو أنشر الغسيل بعد المباراة لا قبل المباراة المفترض يكون هذا القرار موجود وجاهز وأمام الاتحاد يكون على بيّنه فهذا الأمر قبل المباراة والاتحاد بعد ذلك يتحمل المسؤولية على غرار ما حصل في الأردن الأردن حصلت قبل المباراة لكن أبو أحمد يعني عشان نكون واضحين يعني ما مش على بس مستوى المنتخب على مستوى الأندية لعيبتنا الكثير من القصص نسمعها وأيضاً الأمور المتعلقة باللاعبين كل سنة خلال التسع سنوات الأخيرة ما أعتقد تسمع في كل موسم على المستوى الأندية ضرر خاص على نادي هنا ضرر عام على مستوى الدولة اليوم أنا أمثل دولة اليوم التغريدة أمام ملايين من البشر قرور التغريدة اليوم التغريدة اللي حصلت هاي تمس كيان دولة هزت مجتمع كامل وليس مجتمع دولة الإمارات فقط أيضاً هزت مجتمع دولة الكويت لأن اليوم تقول لي حفل ماجهة في الكويت أيضاً هزت الكويت فبالتالي التغريدة لها أبعاد كثيرة جداً فلابد أن الأمور اليوم التغرير يكون واضح واللجنة تكون لديها من الشفافية في الأمر هذا كله حتى تكون الأمور واضحة وصريحة أبو خليفة نتفق أيضاً أن المادة هي اللي يفسدت اللاعبين لأدية تدخل الطرف لأن عملية تضخيم الرواتب اللي نرجع في كل فترة ونكلم عنها سبب في تهاور اللاعبين من خلال تصرفاتهم صحيح شوفوا هذا شيء أساسي المادة هي سبب أساسي في فيما وصلنا يعني سلوك بعض اللاعبين اليوم نحن نخلل الأول شيء لن نعمم على كل اللاعبين لكن اللاعبين اللي خلنا نقول اللي تغير سلوكهم سببها المادة وهذا شيء معروف وباعتراف الجميع لكن للأسف هذا الوضع اللي نحن عايشين اليوم وحتى ما زلنا نسمع لغاية اليوم عن أرقام في يعني بعد ما طلعت مسألة الحوكمة وبعد ما طلعت مسألة مسألة هذا سقف الرواتب اللي خلنا نقول قتل من كثر ما الناس تتكلم فيه ودائما نلاحظ أنه قبل بداية الموسم يصير هالكلام ومن يبدأ الموسم تبدأ المباريات وتبدأ يعني العجلة الدور ينسها سقف الرواتب ونسها كده وفي اثنان موسم نفسه حتى الآن في الانتقالات الصيفية ما يتسرب من أرقام ما ما زلنا احنا ما زلنا في نفس نفس الدوامة في نفس الدوامة الحلول غير مطروحة والحلول غير مطروقة في نفس الوقت يعني احنا ما زلنا في هذا الشي هذا واليوم اللاعبين يعني هناك هناك يعني فكرة عامة في الشارع الرياضي عن ما يقوم باللاعبين خارج الملعب من أو بعض اللاعبين من بعض السلوك وما ينقل الإعلام دائما بين فترة وفترة من مشاكل توصل المحاكم وتوصل القضايا ونلاحظ احنا دائما يكتبون لك لاعب لاعب مشهور يعني تعرض لاعب مشهور أوقف لاعب مشهور سجان لاعب مشهور كان في المحكمة وهذا الشي بشكل متتالي بشكل متتالي وللأسف أنه لا تطرح حلول واقعية دائما ما يطرح حلول نظرية وحلول مثالية يعني مش ممكن وصول إلها قد تكون أثناء الطرح شي جميل أو شي كذلك لكن بعدها في التطبيق لا يتم الالتزام بقى ونشوف اليوم كم لجنة تشكلت لوضع سقف الرواتب وكم لجنة تشكلت المسألة الحكمة ومراجعة العقود ومراجعة الأرقام كلها طيب حلو جميل النتائج ما هي النتائج التي طبقتها على الأرض الواقع بخليفة على مستوى أندية عالمية لو نتكلم عن برشلونة في عهد لابورتا وغوارديولا لما عين سيكوريتي راقبون اللاعبين خلال فترة المسأ وعلى ثرها استبعت ديكو ورونالدينه وأيتو أيضا وأيضا تخلص منهم برشلونة أندية عالمية راقب لاعبينها اللي أعتقد أنه يتفعلهم أيضا مبالغ عالية هناك شوف بعد هناك عندهم في أوروبا الأنظمة والقوانين تسمح بهذا النوع من العمل هنا لا تسمح الأنظمة والقوانين أنك أنت تحط شخص يراقب شخص وهذا تدخل في الحياة الشخصية لكن في نفس الوقت في كثير من الأشياء الواضحة كثير من الأشياء المشاهدة لتحصل في الأماكن العامة اللي محتاجة لمراقبة تحصل في أماكن يعني كل يوصلها وأمام أنظار أنظار الجميع يعني ونشرت في بعض الجرايط الصور ونشرت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات اللي لاعبين أثناء في أوضاع غير صحيحة وننتكلم عن أخلاقه وننتكلم عن أوضاع غير صحيحة أوضاع لا تجوز للشخص أو لاعب يمارس الرياضة ويتقاضى ما بالكبير عساس يؤدي دور في الملعب وهذا اللي يقوم يؤثر على أداءه بالتالي اليوم اللي يصير في المنتخب هو خلاصة ما يحصل في الأندية يعني لأن تراكمات اللي تصير في الأندية تدت للمنتخب توصل نتاج بالضبط مثل ما يكب أحمد سنتكلم أيضا عن البطل عشان نعطيه حقه بطل كأس الخليج بثت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأثنين خبرا عن حصول رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم الوهيبي ومدرب المنتخب بيم فيربك على وسامي استحقاق من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذكرت الوكالة لأن الوسام يأتي تقديرا لجهدهما بعد تتويج المنتخب العماني لكرة القدم بلقب خليجي 23 في الكويت قام وزير ديوان البلاط السلطاني سيد خالد البوسعيدي بتسليم رئيس الاتحاد وسامي الاستحقاق من الدرجة الثالثة وسلم المدرب فيربك وسامي الاستحقاق من الدرجة الأولى خلال استقبالهما بمكتبه صباح اليوم موسيقى موسيقى سنتحدث بشكل سريع بوحمدان تكريم الديوان السلطاني لرئيس الاتحاد الكرة وأيضا المدرب وأصحاب هذا الإنجاز الإداري والفني واللاعبين يستحقون من الصراحة نحن يمكن من أول مباراة حتى كانوا معي زملاء إعلاميين عمانيين حتى بعد المباراة التي استطعنا أن نتغلب على المنطقب العماني بركلة جزاء قلت لهم أن فريقكم يمشي حتى إلى مرحلة متقدمة البطولة كان أفضل أداة شفناه في أول يوم من البطولة على المجموعتين بالفعل يمتلك مواهب يمكن اليوم كان حديث كثير عن محمد المسلمي وحارب السعدي أنهم كانوا في مفاوضات مع نادي الجزيرة تضمهم في الفريق أيضا في أكثر من اسم مرشح أن يروح إلى دول مجاورة بالفعل أعتقد أن هذا المنتخب الذي يعيد تكرار إنجازات النجوم السابقين الحوسني والحبسي والميمني وغيرها من الأسماء التي قدرت أنهى حوالي منهم 12 إلى 13 لاعب كانوا من المنتخب الأول لأساسي كلهم محترفين في الخارج وهذا الذي قدرت من خلال المنتخب العماني أن يسيطر على فترة طويلة على دورات الخليج أستاذك أبو حمدان لأنه أيضا ينظم إلينا الإعلامي العماني سالم الحبسي الرحب فيك ومسأل خير في البداية أعتقد استقبال كبير على مستوى عالي من الديوان السلطاني لرئيس اتحاد الكرة والمدرب واللاعبين وأصحاب هذا الإنجاز نساك أبو خير أخي علي وأمس أيضا على ضييفة كرام باستاذ أحمد التوري وعلى المشاهدين الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة وحقيقة نشكر جهودكم معنا ووقفتكم الكبيرة باحتفال وبدعم المنتخب الوطن العماني من ما شاهدته منذ اللحظة الأولى لوصول المنتخب العماني إلى مصقف في مطار مصقف كان هناك احتفال واستقبال رسمي وحكومي وشعبي حقيقة ربما يعني من الصعب أننا نوصفه كان هناك على رأس مستقبلين للمنتخب الوطني معالي السيد وزير الدوان وكذلك معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية وبحضور عدد من الشخصيات الكبيرة وتم تخصيص حقيقة يعني موكب رسمي للمنتخب العماني من المطار قطع الشوارع والطرق للوصول إلى مجمع سلطان قبوس الرياضي بوشف الذي كان يعج يمتلي بالجماهير العمانية التي تفوق الأربعين ألف متفرج احتفاءا وابتهاجا بوصول نجوم المنتخب العماني والذين دخلوا مجمع سلطان قبوس الرياضي على عربات تجرها الخيول واحتفال كان حقيقة يعني رد لجميل هؤلاء النجو الذين قدموا يعني هدية للشعب العماني الذي توافد إلى الكويت بالآلاف لتشجيع مساندة المنتخب العمان ماذا قال رئيس الاتحاد وسيد فربك عن هذا التكريم اللي اعتقد مع وسامل استحقاق من الدرجة الأولى ويضا الثالثة نعم اليوم طبعا تم الإعلان من الهدوان السلطاني بتكريم الشيخ سالم الوهيبي وكذلك الهولندي دين فدريك مدرب المنتخب بيسام الاستحقاق بعد الإنجاز الذي تحقق لخليزي 23 بالكويت وهو إنجاز حقيقة تحتفل به سلطانة عمان من أقصاه إلى أقصاه وحقيقة هناك إشادة كبيرة جدا من الوسط الرياضي على هذا الاستحقاق وهذلك الوسام وأنا اعتقد بأن دين فدريك تحدث بشكل رائع جدا عندما وصف بأنه يشعر اليوم بأنه هو واحد من الأسرة الأمانية بهذا التكريم الشيخ سالم كذلك قال كلمات كبيرة جدا شكر فيها مولانا حضر الصاحب جلالة سلطان قابوس وزيد معظم على وقته ودعمه الدائم للشباب في سلطانة عمان على الوسام وكذلك على دعم المنتخب العماني منذ اللحظة الأولى في دورة كأس الخليج نعتقد بأن هذا الوسام اليوم يأتي على صدر جميع الرياضيين ونجوم المنتخب والجمهور العماني الذي ساند المنتخب الزميل الإعلامي سالم الحبسي شكرا لك والف مبروك مرة أخرى على فوز المنتخب العماني بكأس الخليج بارك الله فيكم ونكرر شكرا لكم حقيقة للإعلام الإماراتي والأخو العزاء اللي كانوا عندنا في الكويت وأيضا اللي كانوا يتابعوا من الإمارات على دعمهم ووحفهم ونبقى مثل ما قلنا إن شاء الله الفوز واحد من الله بين أمان الإمارات إن شاء الله شكرا لك وردنا خبر قبل قليل أن تعثر انتقال اللاعب أحمد خليل إلى نادي العين بسبب تجاوز سقف الرواتب بخليفة يعني بشكل سريع عشان أنتقل لموضوع مهم جدا بالنسبة لحلقة اليوم كنت تتكلم عن سقف الرواتب تعثر انتقال أحمد خليل بسبب سقف الرواتب إذا كانت هذه المعلومة الصحيحة فهي بداية الطريق لتصحيح الأوضاع نحن نتمنى أن تتصحح الأوضاع نعم أصدر مجلس الوزراء الموقر مطلع هذا الأسبوع قرارا يقضي بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الرياضة معالي محمد الرميثي شخصية رياضية معروفة بإنجازاتها الكبيرة في قطاع الرياضة وكرة القدم أصدر مجلس الوزراء مطلع هذا الأسبوع القرار رقم 20 ميم على واحد واو لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي محمد خلفان الرميثي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وهو القرار الذي تبعه ارتياح عام في الوسط الرياضي والرسمي معالي شمى بن سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب هنأت اللواء عبر حسابها الرسمي في تويتر وقالت معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيسا للهيئة العامة للرياضة معاليه نموذج في التفاعل مع الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم لخدمة الوطن بإذن الله بقيادته ستصنع الهيئة العامة للرياضة قصص نجاح نفخر بها اللواء الرميثي يشغل منصب القائد العام لشرطة ابو ظبي وهو عضو المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأنذية ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي كما شغل سابقا عدة مناصب رياضية أبرزها رئاسة اتحاد الامارات لكرة القدم في الفترة ما بين 2004 و2008 وكان نائبا لرئيس مجلس دارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006 اسم ارتبط بالانجازات فهو أول رئيس اتحاد كرة قدم في عصر الاحتراف وهو مخطط انجاز نادي العين 2003 بطلا لدور أبطال آسيا وصاحب مشروع المنتخب الذي حقق بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين في البحرين 2013 لذلك من المتوقع أن تكون له بصمة واضحة على الرياضة الاماراتية في السنوات الأربع المقبلة محمدان تكليف مهم لشخصية تعرف طريق الانجازات بشكل جيد اصرار مجلس الوزراء على الفعالية والكفاءة من خلال اختيار معالي محمد خلفان الرميثي بلا شك اختيار صادف أهله معالي محمد خلفان الرميثي رجل رياضي رجل إداري وهذا المهم في هذه الفترة الحالية الآن أنك تجمع بين الإدارة وبين الرياضة تدير المؤسسة المناط بها رفع وتيرة الرياضة كنا دائما نكرر علي أن كل شيء يتطور في دولة الامارات إلا الرياضة لتطوير هذه الرياضة يجب أن تجد ذلك الرجل الإداري الذي يستطيع أن يحقق هذه الرؤية التي تصب لها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وتصب لها قيادتنا يجب أن تجد ذلك الرياضي اللي يعرف هموم الرياضة مشاكل الرياضة ما تحتاجها الرياضة فالجمع اللي يمتلك معالي محمد خلفان الرميثي بو خالد يعتقد أنه هو الرجل الأصلح في هذه الفترة أن يقود هذه الرياضة وإذا سألت حتى من وين سيبدأ معالي؟ يعني عندك خطة وهي مئة يوم لتقديم أيضا خطة العمل القادم وأيضا الفترة القادمة لرياضة الامارات شوف هي تركة ثقيلة تركة ثقيلة لن يتجاوزها في يوم وليلة لن يتجاوزها في فترة وجيزة تركة ثقيلة فيها مشاكل فيها تراكمات كثيرة فيها أمور من الصعب جدا علي أن يقدر يتجاوز هذا الشخص لوحده هناك تراكمات مالية هناك تراكمات إدارية هناك تراكمات فنية يعني ليس بمقدور معالي محمد خلفان الرميثي لوحده أن يتجاوز كل هذه العقبات وكل هذه التراكمات اللي موجودة حاليا في رياضتنا أعتقد من الضروري أن يجد في البداية الرجال الذين يساعدون في هذه المهمة أعتقد حان الآن الوقت لتغيير جذري في هيئة الرياضة لأنه بالفعل محتاج دماء جديدة دماء تعمل دماء تخطط دماء تقدر توصل الاتحادات والجمعيات اللي موجودة في دولة الإمارات التواصل فيما بينها يمكن فيه قبول كبير على شخصية محمد خلفان الرميثي من كل الرياضيين خاصة المسؤولين اللي موجودين حاليا في الاتحادات هذا شيء سهل نوعا ما من عمله لكن أيضا أعتقد أن الرجل يجب أن يضع ثقته في رجال قادرين أنهم أيضا يساعدون في هذه الفترة خاصة في الهيئة لأمانة الهيئة محتاجة من يفكر بتفكير التغيير لتبحث عن الحكومة ممتاز أبو أحمد سمو الشيخ محمد بن راشد من خلال تغريد تليوم تحدث بالتحديد عن الكفاءة والفعالية في العمل الخاص بالوزارات بالحكومة المحلية الأمور كثيرة تتعلق بالعمل الإداري يعني هذه أيضا مهمة كبيرة بالنسبة لمعالي محمد خلفان الرميثي على مستوى الرياضة في العمل القادم للمرحلة القادمة علي نحن اليوم يعني شهادتنا مجروحة في معالي محمد خلفان الرميثي من خلال أداءه وعمله في الفترة الماضية في اتحاد الكرة والتعامل معاه عن قرب بالإنجازات اللي أعملها أو بالمنظومة الإدارية اللي أعملها في اتحاد الكرة اليوم تتكلم أنت عن منظومة إدارية على مستوى الدولة تضم أكثر من كل اتحادات اتحادات الدولة محمد خلفان الرميثي ممكن يكون في عنده يعني كرزمة معينة بإدارة الأمور من ناحية إدارية بالإضافة إلى الحزم في وقت الحزم واتخاذ القرار وهاي اللي كنا نفتقدها بشكل كبير جدا في الفترة الماضية من الهيئة لأن اليوم يعني التجاوزات اللي حصلت أو الأمور اللي سمعنا عنها من بعض الاتحادات والمشاكل اللي دارت على الهوأة مباشرة محتاج إلى هيئة قوية أو قرار إداري أو جرأة في إيقاف هذه المهاترات اللي كانت تحصل فأعتقد اختيار صادف أهله في وضع الثقة في معالي محمد خلفان الرميثي ولكل مقلب وحمدان المجتمع المحلي الموجود والرياضي متفائل بالفترة القادمة مع معالي محمد خلفان الرميثي والآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع الزميل أحمد الجسمي شكرا زميلي علي الجسمي وأهلا بكم مشاهدين في فقرة التواصل الاجتماعي من سهرة برنامج ملاعبنا لهذه الليلة البداية من التويتر ومن حساب مجلس الشارقة الرياضي حيث توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الفائزين بالرموز في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان للهجن العربية الأصيلة في ميدان الذين ومن حساب مجلس أبوظبي الرياضي نقرأ الشيخ خالد بن فيصل القاسمي يخطف أربعة عشر مركزا في ثاني أيام رالي دكار ويقترب من التوب تين باحتلاله المركز الحادي عشر بفارق ثلاث دقائق عن صاحب المركز العاشر ننتقل إلى الإنستجرام ومن حساب مجلس دبي الرياضي أقيمت يوم السبت المرحلة الثانية من مهرجان دبي الثالث لبراعم كرة القدم الذي نظمه المجلس في نادي النصر بمشاركة أندية شباب الأهل دبي والوصل وحتى والنصر ويقام المهرجان بالتنسيق مع شركات كرة القدم بدبي ولجنة دور المحترفين بمشاركة مائة وستين لاعبا وإلى حساب قناة الشارقة الرياضية الذي نشر خبرا حول تعاقد العين مع المصري حسين الشحات لاعب مصر المقاصة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية ختاما بقي أن نذكركم مشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم كان هذا أبرز ما تضمنته فقرتنا لهذه الليلة نعود بكم الآن إلى علي الجسمي وضيوفه في الستوديو شكرا للزميل أحمد الجسمي رح نتحدث إن شاء الله في حلقة الغد بالتفصيل عن صفقة أحمد خليل وأيضا صفقة العمانيين الثنائي محمد المسلمي وحارب السعدي بالنسبة للجزيرة وإمبارات الجزيرة والوحدة التي انتهت قبل قليل بأربع هداف مقابل هدافين لصالح الوحدة بعد فوزي اليوم بخليفة شكرا لك نحن نتحدث عن المواضيع المختلفة كان ودنا نتحدث عنها شكرا لك الله يسلم وحمد الله شكرا لك شكرا لك وصلنا للختام نلتقي بكم غدا إن شاء الله مع الزميل علي الضبياني إلى اللقاء اشتركوا في القناة